واحد لما رأى في الجبال تعصطيف وما أدراك ما الجبال تعصطيف التلج خطتي وصلت ثلاثة أمتار ثلاثة أمتار مرأة عندها يا تامة سمعوا وشانين نقولكم مرأة عندها يا تامة خمسة يا تامة البرد التلج مكاش شافت ولادها حين يموتوا خارجت قطعة صجرة جاز لها واحد جبعة أبو خليطها هذو ما جاز قالوا شاك يدير قتلوا قطعة صجرة الولاد والبرد حين يموتوا ما عنديش القاز ما كان لها قز ربيطة قز أنا مرأة ولي قالوا حرام عليك وكي تعديتي على البيئة تعديتي على البيئة وانت اللي تعديت على شريعة الله انت يا ما قل لكش الإسلام لكي تصيب مرأة ضعيفة عليك أن تنصرها وأن تقف إلى جانبها انت ما قل لكش رسول الله وهو على فراش الموت ما قلش أوصيكم بالقوارير والقوارير هي المرأة الضعيفة ما وصناش رسول الله بيلي يتامة واش كان لازم تدير هاد المرأة تخلي ولادها يموتوا ولما تخليهم يموتوا انتايا تحجيب لها قرعة بيطاقاس تكون راجل وتحجيب لها الاخطام تكون راجل وتدير كما دار سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر احزار بيت فيه يتامة صاب مرأة قالوا وش بيك قاتلوا أن ينحاسب عمر يوم القيامة قال أعلى قاتلوا أهيالي أمرنا وينسانا وبكري مكاش مكان لا قنوات فضائية لا مذياع مكاش كيف هو صابها الحمد لله أنه وجدها والله راح فد السميد على ظهره على ظهره قالوا أذك النائب تعوه قالوا واطنينا فد عليك قالوا أأنت تحمل عني ذنوب يوم القيامة لو قالها غيرك قالوا لكل وحدة أخر قالها غينعاقبه أأنت تحمل عني ذنوب يوم القيامة راح طيبله مع صيدا لحيته ينسف ينسف حتى شعل النار قال لك كنا نشوف الدخان يخلش من لحيتاهم وطيبلها ووكل لها ولادها وكل 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 حتى شبعه وقعت حتى رقده وقال لها غدوة رواحي أنا نشوف لك مع عمر بن الخطاب قلت له يا وديوني استقبلني قالها غدوة رواحي يستقبلك جاءت غدوة عندك شافت ولا تترعد أعطالها ورقة ورقة قال سينيلي واش سينيلي أنا فلانة بنت فلان راني مسامحة عمر بن الخطاب على كينساني ودالها فارضة في بيتي مالي المسلمين ودالها شهرية وطلعت بالمكلة لولادها وهي أراضية ولما شد هذه الورقة لي كتبت له المرأة الضعيفة باللي سمحت له قال لهم هادي ديروها في الكفن التاعي باش نقابل بها ربي يوم القيامة كون راجل انت دير هكذا راح ليها مرأة ولية خمسة درائي حرم عليك أكيد تعديتي على البيئة حسبونا الله ونعم الوكيل